أنا إذا في حال تم توقيف مثلا النائب علي حسن خليه بتكون بيّنت الحقيقة؟ أكيد لا أولا نحن عم نطالب بالحقيقة الكاملة والقضاء البعض يقول أنه القضاء أدين نفسه بمجرد ما أنه مسار القاضي بيطار كان مختلف تماما عن المسار اللي بلش فيه القاضي فادي صوان يعني القاضي فادي صوان هو اعترف بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء وكان في 12 اسم بينما القاضي بيطار حصرهم بأربع اسماء بالإضافة إلى الرئيس حسان دياب طب القضاء عم بدين نفسه كمان عمليا ما في تمييز كبير بين عمل أو مسار التحقيق اللي سألك الرئيس فادي صوان ومسار التحقيق طب بس وين الأسماء الباقيين؟ وين أسماء الوزراء الباقيين اللي سماهن القاضي فادي صوان نحن اليوم صنع نحكم عن نواية يعني أنا عم بسمع مثلا أطراف سياسيين خلينا كمان لعيد استشهد بفقرة مبيره ورد ببرنامج ولا أستاذ رياض البيسة في موضوع المواقف السياسيين من موضوع عمل المحاقق العدلة ما لاحظنا أن هذه الأطراف من سيد مسار الله المتخاصمين اجتمعوا على المتخاصمين متفقين كلهم بالسياسة متخاصمين اتفقوا بموضوع متفقين كلهم على موضوع المحاقق العدلة فبالتالي هذا بالنسبة إلي أنا كريدي للمحاق العدلة. يعني هذا إذا بدك عم بعطيه هذا. أنت عم تشتغل صح. لأنه لم يستثني أحد. يعني القول بأن عمل المحاقق العدلة استثنى أشخاص واستهدف أشخاص آخرين. غير صحيحة. لأن استهدف ليس الاستهداف. العمل صار أنه كل الشخص بموقع المسؤولية. بعدين نحن اليوم نحاسب على النوية. لا طلع ما طلع أراره بعد الآذة. فبالتالي اليوم استهدافه والعرقلة. نسينا نحن أنه عنا نظام قضائي شوي بيأخذ وقت. أولا اثنين. في كتير ضغوطات عم تصير بالأعلام وضغوطات سياسية. أضف إلى أنه ما صار في تعاون جدي مع دول ومنظمات دولية. خصوصا بالموضوع التقني. على المستوى التقني. إن كان صور أقمار صناعية وغيرها. هذا شيء ما سهل أنه التحقيق يقلع بشكل سريع. بس وصلوا صورة عبر الأقمار الاصطناعية. التي هي من روسيا. وين صار؟. قيل بأنها صور لم يفادت موضوع التحقيق. باختصار ووفق أشخاص أو ناس متابعين بدقة لموضوع الملف. يبدو أنه فيه نية جدية وتنفذ هذه النية بأنه لا قرار قبل الانتخابات النيابية. بس البعض الآخر يقول أنه بالعكس يتم الاستمهال لإعلان القرار الضمني لحتى يستفيد منه فريق سياسة قبل الانتخابات النيابية. بالعكس يصبح تأخير للأرار الضمني. أنه ممنوع يصدر قبل الانتخابات. لأنه يبدو أنه توجه. لأنه بنهية. إذا نحن منطلع. نحن كأشخاص عاديين. ليس دور يكون شخص متعمق بالقانون. بس المعطيات الموجودة عملية منها سهلة. ليس أن الشخصين تفقوا مع بعض ويجيبوا بخرة وكبوا طونين بالبور. الموضوع أبعد. ما فيها تشتغل في الخارج وفي الداخل. وبالتالي اليوم ستكون كتير مدروسة. وفي أكتر من طرف متورط فيها. عملية من هذه النوع. بدأ شوية وقت أكتر. مع كل هذا الضجيج ومع كل التهديد اللي عم بيسير لشخص القاضي ولكل الأجهزة. أحب ذكر أن القاضي الصوان دل فترة ما قادر يعمل تحقيق. لن عنده كاتب يكتب المحضر. فبالتالي أنا ما عم برر للأوضاع. بس خليني نشوف الأمور بواقعية. بين ضغوطات السياسية والإعلامية. وبين ضعف. إذا بدك عدة الشغل للقاضي. مع عدم التعاون فيما خاص الجهات الدولية. كلها أدعى أن هالتحقيق يخد إذا بدك وقت أكتر. ويبدو أنه في قرار. أكاد أجزم أن هناك في قرار بعدم صدور أي قرار ظني فيما خاص انفجار أو تفجير. أنا أصر على استعمال كلمة تفجير لأنه ما إنه انفجار. تفجير مرفق بيروت إلى ما بعد الانتخابات النيبية. لأنه يبدو أنه في أطراف أتمنى من كل قلبي رحمة لأرواح الشهداء اللي سقطوا. وللجرحة اللي بعضهم اليوم يتعالجوا. وحتى فيه أشخاص لليوم بعضهم يعانوا. فيه منهم الناس يغيبون بعضهم لليوم. وفيه أشخاص ما لقينا بعض جثمين ليندفنوا بطريقة كريمة. فبالتالي هالفاجعة الوطنية تستحق مننا كلنا اليوم. برجع أقول كمسئولية وطنية إسقاط كل الحصانات. لأنه قدام هالكارثة هذه ما بيقف أي عائق لا قانوني ولا غير قانوني. وكل شخص اليوم عم بيعرقل وعم بيأخر مسار العدالة هو عم بيأكد أو يزيد.